بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهارية أهلا وسهلا بيكم وعام دراسي جديد إن شاء الله مليء بالنجاحات بإذن الله وبنأكد من الأول كده إن احنا كلنا لازم نكون يعني مجتهدين جدين جدا منظمين على أساس إن شاء الله في آخر السنة كل أعمالنا تكلل بالنجاح بإذن الله تابعنا وشوفنا من شوية مؤتمر دكتور طارق شوقي وزارة تربية والتعليم نتكلم فيه عن مصادر المعرفة في إطار أو في تواجد للأزمة تاعد كورونا وأكد على مصادر متنوعة للتعلم ويمكن يأتي على رأسها بالخلال أو الواقع الفعل اللي احنا كلنا عايشينه هي القنوات التعليمية طالب القنوات التعليمية يعني قناة مصر التعليمية في الأساس اللي هي طبعا يعني متاحة لكل طالب في ربوع مصر كلها وكمان في نفس الوقت أبنائنا في الخارج كمان بيتابعونا قناة بس كل برامجها طبعا شكل مباشر الناس ممكن تتابع كل ما يقال في كل المواد بفضل الله سبحانه وتعالى كلكم تابعين وعارفين أن الناس كلها بتقدم أقصى ما عندها وكلهم طبعا معلمين تم اختيارهم من وزارة تربية والتعليم على أيدي مستشاري المواد المختلفة وفي نفس الوقت ده تعليم زي ما كان بيتكلم سيدة الوزر من شوية تعليم الموثوق فيه اللي هو واعترب به من الوزراء فيبقى كلنا متاح قدامنا كلام ده في نفس الوقت كل حلقات دي متاحة بعد كده بيلاقيها على اليوتيوب على الصفحة الرسمية كمان على الفيسبوك بتاعت مدرسة على الهواء لإسم البرنامج عندنا كمان برنامج سر التفوق كل البرامج اللي بتقدم لكل المراحل التعليمية هي دي البرامج اللي بتناقش كل ما في المنهج وبتأسليب كمان الامتحان اللي هو النظام الحديث إزاي بيتم التعامل مع الأسئلة بالأشكال المحتلفة السنة دي إن شاء الله طبعا كلكم عارفين معكم محمد مختار لتقديم اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة تلتة سنوي وكمان الثانوية الأزهرية مع بعض إن شاء الله هنناقش سنادي كل ما يتعلق بمنهج اللغة الإنجليزية أحبائي بالنسبة للجديد في الإنجليزية المنهج يقال لإن إحنا مش هنتكلم إلا إذا كان في إيدينا مستند رسمي صادر من مكتب ومستشار اللغة الإنجليزية بيقول فيه كذا أو كذا فالغاية دلوقتي ما بنعتمدش على كتب الخارجية طبعا في السوق ولا الكلام ده لغاية الوقتي إحنا ما عندناش مستند رسمي بيقول إيه التعديل اللي تم كلكم تابعتوا شفتم كتب بره بتتكلم على إن فيه وحدات حزفيت إحنا لغاية الوقتي لسه ما وصلناش ورقة بالكلام ده طيب يبقى إحنا هنشتغل على المنهج بتاعنا لما تجينا ورقة بتقول إيه الجديد كمان مواصفات الامتحان الامتحان بتاعنا على النظام القديم كلنا يمكن تابعنا وشوفنا كان فيه مواصفات مختلفة كان فيه مثلا كان فيه قطعة وكونا عليها عشرة أسئلة كان فيه سؤال قصة كان فيه رايتين كان كثير جمع وهكذا السنة دي يقال برضو إن فيه تعديل في مواصفات الامتحان لغاية الوقتي لم يستقر الرأي على شكل الامتحان هيكون إزاي قد يكون زي سنة تانية وكلك عارفينه أو قد يكون فيه اختلاف لغاية الوقتي لم تتضح الصورة بعد علشان كده احنا بالنسبة لنا بندرس المنهج على السيستم اللي هو دفعات التابلت بقى زي ما شفنا في أولى زي ما شفنا في تانية شكل السؤال هيبقى إزاي تمام شفنا التنوع التركيز قوي على مشتقات الكلمات واستخدام الأمثل لها شفنا التعامل إزاي مع القطعة وتركيز على الفهم وليس الحفظ كما كان كلام كتير بيتقال كمان عن القصة بتاعتنا The Prisoner وكزيندا هل هتكون موجودة ولا مجرد للإطلاع الكلام ده برضو لم يتم تحديد الشكل النهائي لهذا الكلام وانسى ان احنا وصلنا أو في لحظة ان احنا وصلنا للتعليمات دي بشكل مكتوب ما يفقاش تغيير أكيد المصدر الأساسي هيبقى هو قنوات مصر التعليمية هتكلمكم وتقولكم إيه اللي تم مش بس في الإنجليزي على فكرة في كل المواد المختلفة طيب احنا بقى دايما متاح معنا دايما كل يوم ثلاثة ان شاء الله ساعة من ثلاثة لأربعة أحيانا بيبقى فيه تبديلات حاجات معينة في إضافة للوقت وهكذا لكن السابت عندنا هو التوقيت ده طبعا غير كافي بالمرة ولكن أكيد احنا عشان عندنا كام مواد كتير برضو مراحل تعليمية مختلفة فالقناة بتعمل بكل طاقتها على توفير المعلومة لكل الطلاب في كل المراحل فالإنجليزي نصيبه بقى اللي هو ساعة تمام؟ هنعمل إيه إحنا بقى؟ هنحاول نقسم الوحدة بتاعتنا على جزئين part one and part two الجزء الأول هنبقى دايما بنناقش فيه الجزئية الخاصة بالكلمات والنصوص بتاعت الاستماع والريدنج الموجودة في الكتاب المدرسي والجزء الثاني إن شاء الله هنناقش فيه طبعا الجزء الخاص باللانجوج أو الجرامر وبنعمل في كل مرة برضو تمرين على الحاجات دي ممكن النهاردة كان فيه مقدمة طويلة شوية ولكن كل مرة بإذن الله هنبدأ سريعا في المنهج بتاعنا توفيرا للوقت ولكن خليكوا فاكرين إن الحلقة بتبقى معادة بعد كده متاحا نحن نشوفها برضو تاني على التلفزيون وفي نفس الوقت بيبقى فيه لينك موجود بيها على الصفحة الخاصة بمدرسة على الهوى على طبعا الفيسبوك أو إذا كان يوتيوب انتفقنا كده أحباي يعني متوقع ده معنا دايما ما كانش كده كمان تتصلوا على القناة ونبعت لكم اللينك وتتابعوا وتشوفوا دايما باستمرار وأكيد بإذن الله هنقش كل الأسئلة اللي انتوا هتسألوها وحطوكم كمان لينك بالحلقة مش بس مباشر لا بالمادة العلمانة في سالكات موجودة في الحلقة هتشوفوها والمدرسة تحلوا من الأسئلة هنا هتحلوها وانتابعوا مع بعض بإذن الله تعالوا كده نشوف على الشاشة إحنا عندنا إيه النهاردة مستكلة يا حباي زي كنسي طبعا يجب تأديكيشن التشانل قناة في مصر التعليمية عندنا الوحدة الأولى ينت وان ريترز اند ستوريز كتاب وقصص الصورة اللي قدامنا هي صورة يحيى حقي أحد رواد القصة القصيرة في مصر والعالم العربي لسنين تيكست النص الخاص باللسنينج هنشوف دلوقتي حوار أو الديالوج between an interviewer and a writer هنركز مع بعض لغاية دلوقتي أنا مقدرش أقول إذا كان في مواصفات السنية ده يبقى عندي الديالوج أو لا ولكن أنا بتعلم اللغة أصلا لمجرد التواصل مع أقوام أو جنسيات مختلفة يعني كمان اطلاع على مصدر معرفة مختلفة فأكيد الحوار أو الديالوج شيء مهم جدا نتعلم إزاي نناقش أو نتكلم مع الناس ونسمع الرد إزاي فعندي interviewer أو الشخص المحاور الذي يجري الحوار بيقول when did you start writing الجملة هنا في الباست سيمبل بدأنا بكلمة استفهام كلمة when حطنا فعل مساعد did وبعد كده فاعل بجملة بعد كده الفعل الأصلي اللي هو start متأثر طبعا بكلمة did يعني لازم يجي مصدر when did you start writing بدأت الكتابة إمتى بيقوله I first wrote stories and poems when I was at primary school طبعا I first wrote التزم بالpast tense زمن الماضي write بقت wrote مش هدا قوي على الgramar دلوقتي ولكن جاز بنتبهكو بس للوحدة بتتكلم على past tenses عموما زمنة الماضي when I was at primary school what was the first thing you wrote what was the first thing you wrote أول شيء كتبتو بيقول لنا when I was seven I wrote a poem قصيدة which one فازت ب second prize in a national competition بجيزة تانية في مسابقة قومية على مستوى الدولة national قومي على مستوى الدولة يعني competition مسابقة for school children لطلاب المدارس تلاحظوا هنا حرف القرر for competition for تمام وليست حرف قرتين يعني مقولش بس عن تو school children طلاب أو أطفال المدارس when did you start writing stories طبعا تكتب قصص إمتى when I was at university ونا في الجامعة I wrote short stories قصص قصيرة مرة تانية for ل a student magazine يعني بكتب لمجلة يبقى I write for a student magazine مجلة الطلبة أو الطالب تمام فنركز على preposition for my head was always full of ideas كانت دايما بيبقى عالي أو دماغي مليئة بأفكار full of كصفة while I was finishing one story وانا بخلص في رواية أو في قصة I was planning of the next one كنت بفكر أو بخطط لرواية أو قصة أخرى أكيد كلمة novel رواية لكن story قصة أو short story نوع من أنواع الأدب قصة قصيرة فالراجل بيقول حدثين متزامنين فباستخدم past continuous ماضي مستمر بقول while I was finishing one I was planning of the other وأنا بخلص واحدة أفكر في التانية فشفته هنا while بعدها past continuous was finishing ماضي مستمر I was planning برضو ماضي مستمر finish انتهي من شي plan يخطط لشي رد عليه طبعا interviewer وقال له didn't you get confused didn't you get confused ده ما بيحصلش أو ما بيعملش عندك ارتباك أو حيرة كلمة confused and adjective صفة معناها متحير أو مرتبك يعني إذا كنت بتفكر أو بتخلص في رواية وتفكر في رواية أخرى هل ده ما بيخليش عندك نوع من الارتباك بيقوله not really ما بيحصلش I used to write very quickly I used to كنت معتاد أن أكتب بسرعة كبيرة ليه بتكلم عرب كتير بالراعي كل المستويات أحبائي وأكيد أنا معلم في الميدان وعرف كويس قوي المستويات المختلفة كمان ده بيخدم نقطة الترجمة بتاعتنا لما بقول used to اعتاد على فعل شيء في الماضي لا يفعله الآن I used to write very quickly كنت بكتب بسرعة معناها دلوقتي I no longer write very quickly I no longer أو I don't write very quickly any more أو any longer طبعا كل ده نقف نخش إن شاء الله كل ده بالتفصيل لما تكلم على الجزئة الخاصة بالجرامر I finished most short stories in two or three days as soon as I had finished one story I started the next one لاحظتوا انتقلنا لزامن كمان past perfect الماضي التام استخدمنا as soon as بمقرد ما أنتهي من قصة I had finished ماضي تام حتى صرف تالت I started the next one started past symbol ماضي بسيط ببدأ القصة التانية معنى كده إن إحنا التنسز أو الجرامر دايما موجود في النص بتاع الليسنين والريدنج هل ما زلت بتكتب بنفس الطريقة لا I haven't written any short stories for over 20 years الراجل ده بطل يكتب قصص قصيرة لمدة 20 سنة present perfect توقف عن الشيء وما زال تمام haven't written any short stories for over 20 years now I only write novels they take much longer أحبائي هنروح لفاصل قصير انتظرونا أعزائي أعزائي أهلا وسهلا بكم مرة تانية وبنأكد مع بعض في الحلقة الأولى لـ 2021 اللغة الإنجليزية طبعا طبعا طلاب السنوية العامة والسنوية الأذهرية ان احنا بنتناقش النهاردة الوحدة الأولى لـ writers and stories كتاب وخصص وزي ما قلنا ان احنا بنقرأ مع بعض النص دلوقتي الخاص باللسنينج أبرة عن الديالوج بين interviewer and writer بين راجل محاور ومعها كاتب بيكلمه طبعا هنستفيد بعض نيفيكا بالكلمات الجديدة بنشوف كمان طريقة الحوار how to make a conversation or a dialogue ازاي بقدر to make a question اعمل سؤال and how to give an answer وازاي ادي اجابة كمان بنطلع على الكل ما يحتويه النص اللي قدامنا من خلال كلمات او تعبيرات حاجات جديدة نشوفها ازاي كمان التعامل معها ان شاء الله دلوقتي كمان في شكل الازعلة نرجع تنك لالشاشة حباي ونشوف الحوار كان بيستكمل ازاي دلوقتي بيقول الرايتر بيقول له yes I write from nine in the morning بكتب من تسعة الصبح till three in the afternoon حتى الثالثة بعد الظهر with a ten minute break نوفى عندها شوية ten minute break اكيد ناس هتقول ان كلمة ten المفروض عشرة يعني جامع يوبى ten minutes مثلا ازا حطيت داش كده او اصبحت ten وكلمة minute hyphenated يعني فيه زي ما انت شايفين كده فيه شرطة مكتوبة كده قدامكم باللول الاحمر ده كده بالمنظر ده لازم تبقى كلمة منت سنجلر مفرد وتبقى على بعضها صفة مركبة لكلمة break يعني راحة او استراحة كلمة break لمدة عش دقائق تمام كده طيب لو ما فيش كده ما فيش الداش دي تبقى with ten او a ten minutes break طبعا الايه اللي قبل كلمة ten جامع كلمة break الايه مع break a break استراحة الراحة دي قد ايه بها 10 دقاية ممكن تكتبها ten dash minute زي ما قدامكم على الشاشة او تكتب ten minutes على طول a ten minutes break طيب لو استراحات مختلفة يعني كن break سجامع فاش مشكلة خالص تمام طبعا هتستغنى عن a في الاول لانها طبعا خاصة ب singler for coffee باخد راحة عشان يعني to drink coffee شرب قهوة at midday منتصف النهار او 12 o'clock in the او during the day وفيه كمان midnight منتصف الليل i write an average of خلي بقنا التعبير an average of بمعدل يعني قرابة زي ما نقول قرابة يعني مفوق او اقل اكثر او اقل بقليل طبعا thousand words a day الف كلمة في اليوم a day بتسوى كلمة pay day يعني ممكن اشير ال a قبل كلمة day وحط كلمة تانية بنفس المعنى تماما لكلمة per day في اليوم تمام كده يعني a day او per day يعني في اليوم بتستخدم كومبيوتر no i am old fashioned i am old fashioned يعني انا مضى قديمة لما نقول الراجل ده مضى قديمة يعني او الشخص ده مضى قديمة يعني بيستخدم سلوب قديم او تكنيك قديم في الكتابة يعني فبيقول i am old fashioned i use a pencil and paper بستخدم المرصاص وورق كلمة paper زي ما تشايفين كده احبائي ما قلتش a paper انا قلت a pencil لكن ما قدرش اقول a paper لو قلت a paper تبع معناها a newspaper صحيفة او مجلة او جريدة مانا اصح صحيفة او جريدة معنى كده ان كلمة paper معناها ورق لا تعد كلمة paper ورق لا تعد لو عايز اقول ورقة واحدة اقول a sheet of paper او a piece of paper لكن بالمنظر ده كلمة paper لا تعد لو قلت a paper جريدة قلت papers جرائد دفقنا كده عشان كده الرجل بيقول i use a pencil and paper i have tried طيب هو بيقول حاولت انا all the fashions are بس انا حاولت using a computer i have tried using و try لو بعدها اي انجيزا شايفين كده جرند يبقى قربت استخدم قربت استخدم a computer but it gave me a headache but it gave me a headache it caused me a headache نركز كده التعبير give me a headache يسبب لي صداع انا ممكن ابدأ بنفس اقول i got a headache i got انا ممكن انا ممكن لو بدأت بانا كشخص اقول i got a headache حاصل لي صداع لكن لو قلت الكمبيوتر نفسه اتعايد على الكمبيوتر it gave me سبب لي a headache تمام كده when i am happy with what i have written my secretary type is it لما اكون راضي عن الشيء اللي بكتبه انا بكتبه طبعا بالآن الرصاص على الورق بعد كده بيجي دور my secretary secretaira بتاعتي type is it الفعل type يكتب على يستلم طبعا ال office او يكتب على الكتب او الكمبيوتر دلوقتي ما عادش فيه الكتب خلاص it onto the computer بيكتب الكلام ده على الكمبيوتر my publisher publisher جاي من الفرب publish ينشر اي نوع من انواع الكتابة لما نعملها ناشرة في كتاب او في مقلة او في جريدة نعمل publishing publisher الناشر سواء اذا كان شخص او شركة تمام my publisher insist that insist يصر سواء كلمة persist insist حرف القر on لو بعدها اسم او جرن في الان جي لكن insist لو جيب بعدها كلمة that زي ما شايفين على الشاشة insist that يبقى لازم جملة كاملة my publisher الناشر بيصر اني i send everything ابعت كل شي as an email attachment كمرفق او مرفقات على الايميل سيادتك لما بتكتب ايميل لحد من اصدقائك وتبعت صورة مثلا الصورة دية attachment مرفقة لو بعدت فايل مثلا word او pdf مثلا ايا كان بتبعت attachment يبقى attachment مرفقات او attachments مرفقات ما نبعته مع الايميل بتاعنا فالرجل ده بيبعت ايميل للناشر انا بعت لك مثلا الكتاب الفلاني ويبعت الكتاب نفسه كمكتوب على الجهاز اذا كان بصيغة word او pdf ازانة attachment جاي من الفل attach يرفق عكسها طول the attach and do you check what you have written طب بتراجع اللي بتكتبه check of course بتطبع i write one thousand new words a day انا بكتب الف كلمة في اليوم a day زي مولت per day four weeks لمدة اسبوع then i spend two or three days checking انا اقضي يوم او يومين او ثلاثة وراجع هتلاحظوا دايما ان الفعل spend بمعنى يقضي وقت دايما بعدي مدة زمنية two or three days مثلا دي المدة الزمنية بتاعتنا هنا لازم بعد كده صيغة الجران او الفعل قدامنا ing اقطي يومين او ثلاثة وراجع checking the week's work عمل الاسبوع هتلاحظوا الابوسترفي اس مع كلمة week كلمة خاصة بالزمن عمل الاسبوع او today's job او tomorrow's world عالم الغد لازم اضافة مع الكلمات الخاصة لما بنعمل طبعا اضافة للشيء مثلا كلمة today او كلمة week او كلمة tomorrow year and so on until i am completely happy غيرت لما كن راضي تماما with what i have written عن اللي كتبت my last novel was changed six times before i was happy with that الرواية الاخيرة بتعتي تم تغييرها past continuous sorry past simple لكن في المبنى المجهود تم تغييرها ست مرات before i was happy with it قبل ما اكون راضي تماما عنها do you show other people طب بتوري شغلك لحد تاني show يبين او يوضح يعرض على no not until a novel is almost finished الى لما الرواية تنتهي then i give it to two or three good friends بعرضها على اتنين او تلاتة من اصدقائي and ask them for their opinions اطلب رأيهم ask for opinion يطلب رأي على طرح عكسها give an opinion يعطي او يبدي رأي do they ever tell you they don't like what you have written هل حصل ان حد قالك ان مش حابب اللي كتبته قال له yes last year both of my of the people اتنين اتنين او الاتنين اللي قرأوا كلمة both كلا دايما تيجي مع اتنين الاتنين اللي قرأوا طبعا one of my books احد الكتب بتاعتي said they didn't like how my store ended مش حابين النهاية بتاعت القصة بتاعت so i changed it غيرت عملت بكلامه that is very interesting thank you for talking to me شكرا على وقتك او الحدثك معنا طبعا رد عليه وقال له it has been a pleasure it has been a pleasure لما حد بيشكرنا وانا مثلا thank you اكيد طبعا ممكن نرد بنفس الطيقة بالضبط thank you او it has been a pleasure ده كان من دواعي سروري احنا شفنا كده قراءة سريعة كنحوار بين محاور واحد بكتاب بما اننا متكلم في الروح بتاعتنا طبعا على هنشوف دلوقتي لبعض الكلمات الموجودة في النص بتاعنا تمام هنرجع تاني للشاشة دلوقتي حباي ونشوف لانجوج نوت عندي على الشاشة بيقوللي كلمات طبعا الفرق بين كلمة do وكلمة make كتير جدا بيحصل طبعا لاخبطة بين استخدامنا لverbe to do وverbe to make طبعا كل الناس عارفة ان do بدائلها does مع المفرد في الباستو بتبقى did ممكن كمان استخدم third conjugation تصريف تصريف كلمة done يعني ما بقولش do بس do وdoes did done make والماضي بتاعها طبعا made والتصريف تاتكن عارفين made بستخدم do الاول مع ايه باقي كلمة do ممكن استخدمها مع العمل مع الوظائف مع المهام يعني لما حد يكلفك بشي يبقى تاني كده كلمة do زي مثلا do the house work يؤدي اعمال المنزل the house work do your homework يعمل الواقب المنزلي او الواقب الدراسي do a good job يؤدي وظيفة او مهمة بشكل جيد do a good task do your chores do your chores تؤدي الاعمال الروتينية بتاعتك تمام كده عندنا كمان ممكن do مع non specific activities في بعض المهام اللي مش محددة non specific activities مهام غير محددة زي مثلا do something مش عارف ايه بصدبط اللي اعمله do something do nothing do anything اعمل اي شي do everything اعمل اي شي يبقى something anything nothing and everything عندنا كمان كلمة do replace very when obvious لما يكون عندي بعض الافعال وطحة يعني بعمل ايه مثلا مع my hair مثلا شعري اكيد مثلا بصفف شعري come my hair اصفف شعري بدل ما اقول مثلا come your hair اقول do your hair صفف شعرك do the exam وانا بعمل في الامتحان answer the exam بدل ما اقول لك مثلا answer this exam اقول لك do this exam ليه لان معروف الفعل واضح اللي بعمله في الامتحان عشان كده بقول we use do to replace a verb when the verb is obvious لما الفعل يكون واضح مع الشعر قلت بدل c-o-m-b زي come your hair يصفف الشعر قلت do your hair cut your hair do the exam بدل answer the exam do the dishes بدل wash the dishes اخصال الطبا قلنا do the dishes do the laundry يقوم طبعا بالغسيل شفت طبعا هنا احبائي يعني مثلا حد بيسألك would like to come with me مثلا to the cinema تجيب على السينما قلت له I'm sorry I will do the dishes يعني هايغسل الطبا مثلا ask in care of your body لو انا بتكلم على الصحة او الاعتناء بالجسد بستعلم برضو verb to do وليس verb make do exercise بعمل تمارين do gymnastics بعمل العاب الجم او الجمانيزيوم do your make up الاعتناء بالبشرة او الطبعا والتزيين do your nails بتقلم اظهر فرق كل حاجات طبعا خاصة بالعناية بالجسد عشان كبا بستعلم verb to do do with words like كمان كلمة do بتيجي مع حاجات زي كلمة do research يقوم بعمل بحث علمي do repairs عمل اصلاحات لما تصلح مثلا التلفون تصلح اي شيء مادي تبقى do repairs do favor او لك do me a favor please يعني يعمل معروف او جميل لشخص ما do favor do damage يطلف او يسبب تلف لشيء do damage دي كتكلمات خاصة بverb to do هناخد كمان حاجات خاصة بverb to make make ممكن تيجي احباي as you can see with food drinks and meals مع الاكل مع الشرب مع الوجبات زي make a cake make a cake يعمل make dinner يجهز العشاء make breakfast يجهز الافطار make a cup of coffee فينجا القهوة and so on كمان مع plans and decisions بستلم كلمة make مع ما بعمل خطة او كمان بعمل او بتاخذ قرار decision فاول make a plan make a plan يخطط او يعمل خطة make a choice يعمل اختيار choose يختار make a decision to decide يقرر او يتخذ قرار make arrangements يعمل ترتبات تمام make arrangements كمان بتيجه كلمة make مع speaking and sounds مع الاصوات عموما لم يقول مثل make a noise يحدث ضوضاء make a speech يلقي خطبة يوقف في جمعون الناس يلقي خطبة اسمها make a speech make a comment يعني يكتب تعليم make a suggestion يعمل اقتراح make a suggestion يقترح كمان كلمة make بتيجي مع produce reaction يعني ايه produce reaction يعني انك تعمل رد فعل زي مثلا حدث مهم او حاجة حصلت يعني بتخلي مثلا عنيك مثلا تدمع زي نقول make your eyes water او make you sleepy حاجة بتشعلك بنعاس رد فعلك بنعاس او make you happy شيء يسعدك دايما make مفعول بعد كده يجي مصدر زي كلمة وشر هنا او يجي صفة زي كلمة happy make you sleepy make you smile مرة تانية كلمة make بعدها مفعول اللي هو كلمة you get sleepy كصفة او get make you smile get مصدر حد يسألني مصدر يعني لو قلت مثلا make علي هتبعا make علي smile ولا smiles لا make علي smile رغم ان علي مفرد بحط مصدر عشان كلمة make make دايما بيجي بعدها مفعول صفة او مصدر ايا كان الفعل اوكي كمان كلمة make بتيجي مع كلمات زي make a difference يحدث فارق في حياة شخص ما make money يعني يعمل ثروة فلوس make a profit يحقق ربح make friends يكون اصدقاء او يعمل صدقات شفنا كده فارق من كلمة make وكلمة do هننتقل لتشيك بوينت كده اسألكوا بعض الاسئلة بسيطة جدا سريعة نشوف استوعبنا او لا لو جي مثلا احبائي يعني احنا كل شوية هنعمل بعض الاسئلة خفيفة نشوف انتو ماشيين معنا سؤالي عندك على الشاشة كده بيقول لك ها فيو سبيس اني ديسيجنز where to spend the holiday ده طبعا شكل السؤال طبعا احنا كفي لغا انجلز عموما دايما حارس فيها التطور من زمن بعيد مش بس نظام التابلت يعني فكان دايما اصرتنا في تشويس زي كده عندي كلمة made او make dying و decision احنا قلنا من شوي يعني قرار يترى معاها او يتحس قرار make decision طيب انا عندي في الجملة كلمة made وكلمة make يبقى هستبعد على طول c و d مش هستغلم doing ولا done طيب الجملة بتاعتم have you have you احبائي يبقى بتكلم اكيد على present perfect مضارع تام have مفعول تصريف تالت تصريف تالت او past parts يبقى لازم استغلم كلمة made الاعجابة الاولى have you made any decisions خدت بالكو رغم ان كلمة make احنا قلنا make decision بس ما بقاش حافظ ابقى فاهم ان كلمة make decision انا باستغلم هنا مصدر لكن في الجملة بتاعتي طالما في have مفعول يبقى لازم تصريف تالت have you made any decisions القملة التانية she can to go shopping because she has got to space the washing up washing up give make do play غالبا لما بيبقى make do في choices بيبقى المشكلة في الاتنين انا عرف طبعا shopping خدنا go shopping لكن washing up قلنا do the washing up يبقى الصحة بتاعي c قملة على بعضها she can to go shopping because she has got to do the washing up قملة تالت the prisoner has space a perfect plan to escape prisoner has وفراغ عندي perfect plan خطة محكمة متقنة to escape عشان يهرب يعمل خطة كلمة plan خطة يبقى على طول احنا كنا عارفين make a plan make a plan طيب انا عندي بقى التصريف التالت كلمة made صحة كده عشان كلمة has بعدها التصريف تالت تبدأ prisoner has made a plan has made a perfect plan عمل الخطة محكمة للهرب الجملة الرابعة نورا space us a favor جميل او معروف نورا عملت فينا او عملت لنا جميل when she agreed to help us لما وفقت تسعيدنا يا ترى احنا لسه عائل كده ان لما لاقي كلمة make او do يبقى الخلاف بينهم طب انا عندي هنا made و done وكمان كلمة did هنا لو انا خدت كلمة اولا كلمة favor معروف على طول معاها verb to do لو او does او did او done الجملة في الماضي على طول هستخدم تصريف التاني كلمة did الاختيار دي ما قدرش استخدم كلمة done عشان مفيش عندي has مثلا او had فقلت هنا نورا did us a favor when she agreed to help us شفنا كده check على الجمل اللي احنا او الفرق بين كلمة make و do هنكمل مع بعض language notes مع بعض احباقي كلمات زي كلمة award و كلمة reward سريعا طبعا نشان وقتنا لاحظوا بس انا هديكم فرصة تبصوا في spelling بتاع الكلمات a w a r d كلمة التانية r e w a r d الكلمات دي دايما بتبقى في choose او في choice مع بعض موجودين في الاختيار مع بعض وباللغبط شوية عايز اقول لكم ان الكلمة الاولى award او award الكلمة دي تنفع فعل وتنفع اسم فعل واسم لو خدتها فعل بمعنى يمنحها ولو خدتها اسم بمعنى جائزة يمنح جائزة فجينا مثلا المثال اللي بيوضح قلت professor zewel was awarded professor zewel الله يرحمه طبعا was awarded منحا the nobel prize جائزة nobel for chemistry في الكيمياء طبعا احنا حطين سلاش وحطين كلمة one لان كلمة يمنح انا بدأت بالشخص اللي تم منحه اللي هو دكتور زويل او professor zewel فولت professor zewel was awarded منحة مبنية المجهول عشان كده حطت verb to be was تصريف ثالث لكن لو professor zewel هو اللي فاز يبقى على طول كلمة one الجملتين تنفع تقول professor zewel was awarded the nobel prize او professor zewel won the nobel prize for chemistry دي او دي الفرق انه awarded مبنية للمجهول عشانه منحه لكن طبعا كلمة one بمعنى فازة تمام the famous sing received the music المغنئ الشهير استلم the music award اللي هي موسيقى او طبعا جائزة الموسيقى لاحظوا كلمة award جاية noun اسم جائزة الموسيقى last week نسبوها الماضي يبقى استخدمنا كلمة award مرتين مرة كverb بمعنى يمنح وفي الجملة التانية بمعنى جائزة نخش بقى على كلمة reward reward ل-r-e-w-e-r-d بمعنى يكافئ او مكافئة يكافئ او مكافئة في الجملتين I'll reward you if you give the correct answer سأكافئك لو حصلت على الاجابة الصحيحة I will reward you جاية فعل تمام بعد الفعل المود الفر بكلمة wall جبنا المصدر reward سوف أكافئك يكافئ لكن لو قلت the businessman offered a reward اللي هو رجل الأعمال عرض مكافئة a reward to anyone who has information about the thieves لأي حد طبعا عنده معلومات عن اللصوص شفنا مرتين reward بمعنى يكافئ في الجملة الأولى ومعنى مكافئة في الجملة الثانية كمان عندنا كلمة publish and spread publish الماضي بتاعها published بحط ed بانطاك الناتة publish published published لكن spread 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 نفس الاسبيلينج ونفس النط الاتنين بمعنى ينشر لكن الفرق إن كلمة publish ينشر مادة مكتوبة يعني إذا كان مجلة كتاب جريدة قصة أي نوع من أنواع الأدب نكتبه وننشره publish زي ما قلت my first book was published كتابي الأول نشرة شفتوا نشرة دي مبنية المجهول was published أو صدرة حتى في العربي ونشرة هتلاقوا مبنية المجهول لكن كلمة صدرة هتلاقوا الفعل بالنسبة لي فعلي لازم ما فيش مفعول عشان كده قلت my first book was published أو my first book came out in 2005 إنما كلمة spread أحبائي the news spread like a fire تنتشر الأخبار كالنار أو طبعا هنا كلمة spread بمعنى ينتشر أو ينشر طبعا تنفع نقول ينتشر أو ينشر ولكن ما نقدرش نقول في نفس الجملة كلمة publish لأن احنا قلنا أن publish فقط مع المواد المكتوبة كمجلات وجرائد وكتب and so on لكن spread زي الخبر وهكذا تمام أكيد طبعا الوقت أحبائي ممكن النهاردة عشان كان فيه مقدمة شوية ما قدراش نغطي كل اللي عايزينه لكن على بعد زي ما اتفقنا بإذن الله تابعونا نحن المرة الجاية إن شاء الله هنكمل مع بعض من النقطة اللي وقفنا منها هنشتح بالتفصيل ممل غاية لما نتأكد كلكم فهمته وطبعا زي ما قلت تابعونا كمان حلقة لها أعادة موجودة كمان على الصفحة الرسمية على موقع مدرسة على الهواء على الفيسبوك وموجودة كمان إن شاء الله على اليوتيوب إلا أن نلتقي وقود لك آن وقود باع